أستاذ القاهرة حيث أعلنت لهيئة العامة لأستاذ القاهرة عن إغلاق الملعب بعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي اللي حتتلعب على أستاذ القاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري ببطولة كأس انتر كونترينتر ده من أجل زراعة البذور الشتوية لأرضية الملعب ده كان العنوان التفاصيل هيئة أستاذ القاهرة قالت في بيان رسمي النهاردة أنها ستبدأ زراعة البذرة الشتوية عقب مباراة نادي الأهلي والعين مباشرة على أن تستغرق عملية الزراعة 25 يوم بذلك فيه أربع مشاط لن تقام على أستاذ القاهرة وهم الأربع مشاط ثلاث جولات هتبقى في الدوري أول ثلاث جولات من الدوري الممتاز على ملعب أستاذ القاهرة ده دي المطشات دي مش هتتلعب على أستاذ القاهرة ده رقم واحد بالإضافة المطش الرابع لو كان المفروض يجمع ما بين منتخب مصر وبيتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر لها يوم 15 نوفمبر المقبر دي برضو المطش ده مش هتلعب على أستاذ القاهرة طيب هنبدأ نرجع تاني نلعب على أستاذ القاهرة إمتى؟ هيكون إن شاء الله بداية من يوم 22 نوفمبر بمواجهة اللي هتجمع ما بين نادي الأهلي وما بين الاتحاد السكندري في دوري نايل أصف إن شاء الله قز